نهاردة برضو اجريت قرعة رابطة الاندية هي بطولة جيدة جدا النادي الاهلي ان شاء الله يستفيد منها بوجود عدد كبير من الناشئين يبقوا موجودين اللعبة اللي ما بتلعبش بقالها فترة الناس تشوفهم مرة تانية واللي عايز يطلع من خلال المباريات اللي عايز يكمل في النادي يكمل من خلال المباريات ده اللي حنشوفه ان شاء الله القرعة النهاردة تقسمت الى ثلاث مجموعات الحقيقة اصفرت القرعة عن وضع الاهلي على رأس المجموعة الثانية والتي تضم نادي سموحة والبنك الاهلي والمقاولون العرب والاسماعيلي والجونة جاءت مباريات النادي الاهلي في البطولة كالتالي الجولة الاولى الاهلي في الجونة يوم الخميس 13 يناير ساعة اتنين ونص الجولة التانية الاسماعيلي والاهلي يوم الاتنين 17 يناير الساعة اتنين ونص جولة التالتة الاهلي والمقاولين العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة خمسة مساء جولة الرابعة سموحة والاهلي يوم الخميس 27 يناير الساعة خمسة ثم الجولة الخامسة الأهلي في البنك الأهلي يوم الحد 30 يناير ساعة 2.5 عصرا ويشارك في البطولة 18 نادي تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 فرق يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى الدور النصف النهائي بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاثة وسيقام الدوران النصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة التفقف الدوري بسبب الأجندة الدولية